عملياً شو ما كانت التسوية؟ نحن عنا أصدقاء بكل العالم بندعي لتطبيق الأرارات الدولية بندعي للصداءة مع العالم العربي مع السعودية أعطيك موقفة موقفنا كتير واضح صدقتنا مع كل هذا العالم شيء والذهاب بالتسوية باتجاه يعاكس أناعاتنا شيء آخر مختلف ألف بالمئة عم تقول أنه حتى لو قاتت التسوية أنا بس عم جرب أنه بس ننترجم حتى لو قاتت التسوية بتسمية سليمان فرنجي القوات اللبنانية لن تنتخب سليمان فرنجي ولو غيرت المملكة العربية السعودية رأيها في هذا الموضوع عنا أحترام كتير كبير للمملكة العربية السعودية وللدول العربية نعم ولكن ما حدا أخبر منا بالشأن الداخلي اللبناني وبيهما هو مصلحة المواطن اللبناني ومصلحة المواطن اللبناني أن لا يكون هناك مرشخ من فريق الممانعة عم بيجي ويجدد الأزمة والسليمان باك فرنجية هو في صلب فريق الممانعة ما بتلحظة ما بتنتخبه اسليماني فرنجية بس بتنزلوا بتأمنوا النصاب ال86 لانتخابه لن نؤمن نصاب لفريق لرئيس مدعوم من فريق الممانعة وهو من صلب فريق الممانعة هيدا الشيء ما تفين عليه مع حلفائكم بالمعارضة يعني بالمبدأ بكل الكلام ضمن المعارضة لن نقبل بتقبيل النصاب نعم لرئيس من فريق الممانعة ولو حصل على 65 صوت بالتالي أنتم ما رح تنزلوا تأمنوا النصاب أبدا ولو طلبت المملكة العربية السعودية هذا الأمر لتلك يعني وفي كتير أشياء مع الأصدقاء الدول الأصدقاء كانت تتعارض وكانت رؤيتنا مختلفة اللي اللي عم بيحصل بلبنان مش بس مع بعض الدول العربية وإنما مع الدول الغربية وموقفنا راح باتجاه أناعتنا إن كان مع الفرنسيين أو مع غيرهم بس أنا هون بدي أرجع أعمل إعادة قراءة يلا أنا بدي أشوف تماما أنا بدي أشوف شو رأيكم بهذه التسوية هل فعلا هذه التسوية قد يحتمل أنه تروح لمصلحة سليمان فرنجيه كما يراها هو وشو المعلومات شو عم بقولولكن أصدقائكم بالمملكة العربية السعودية تعرفي اليأس بيخلي الواحد يتكبش بحبال الغيب هيك عم تقول عنه لسليمان فرنجيه عم بقول أبدا 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 أنه يأسانين أنه يأسانين وعم عم بقول عن فريقه عن فريقه ليش عم بقول هيك أنا إذا بيجي بقرة تسوية وأكيد تسوية هني ما كانوا عارفين فيها قبل بيومين ثلاثة أكيد هني بيجو أنه عم بيصير أحاديث وهيك بس قبل بيومين ثلاثة سماحت السيد خسن نصر الله وبيطلع بأكد وبيهجوم كمان لاذع وهون بدي يقول مين بيلتزم بيلي الفريق الخارجي بيقله شو يعمل هيدا متى الواضح بيقوم قبل بثلاثة أيام ما بعرف إذا أقل أو أكتر بيوم قبل بثلاثة أيام بيقوم بيحكي عن أنه ما فيه اتفاق ولا أي تفاهم إيراني سعودة ويلي ناطره رح ينطر كتير وضمن هذا اللقاء يكون هناك كلام هجومي نعم وسبقوا كتير كلام هجومي فجأة من نهار أورسي صار الاتفاق بعد يومين ثلاثة وهنا قايلين أنه ما فيه اتفاق نعم الأهم من هيك كل رأيهم كل تعليقاتهم وهي شغلة منيحة على الدول العربية تتحول من سلبية لإيجابية بين نهار والتاني كمان هون بس هني سألون فترة ما عم بهاجمون من المملكة العربية السعودية قبل هذا الاتفاق كمان هون بدي أقول هيكو بشكل كتير بسيط نعم هون بيبين مين موقفوا مرتبط بالخارج تيغير مسائل هالقد بيعتبرها جوهرية وإيديولوجية بالنسبة لأله لأنه إذا بتسمعي الخطبات من أربعة شهر وخمسة شهر بتشوفي قدي الموضوع كان إيديولوجي كانوا يتهجموا على عائلة المملكة كانوا يتهجموا على الدول العربية وبشكل إيديولوجي يعني حتى تاخد بعد ديني عشوي بالكلام وفجأة بيتحول كل هذا مش موجود لا بتمنك القوات اللبنانية بتشوف بالتسوية في خير يعني عم بقولي لكم أصدقائكم بالمملكة العربية السعودية أنه ما سيحصل من تقارب لن يؤثر على موقفها بخصوص مواصفات رئيس جمهورية اللبنانية هيك لست بحاجة إلى من يقول لي رح قل لك لا أول شي رينا شو بنود تفاهم تطبيق القرارات الدولية طيب نحنا شو طالبين منهم معتبرينهم أعداءنا بالمطلق لا نحنا منتمنى كلنا ننكب على المسألة اللبنانية وما نتطلع برات لبنان دي روخ أبعد من هيك بتقول تطبيق القرارات الدولية وبتقول عدم أنه كل شي بمس بسيادة الدول وقفه شو اللي بيمس بسيادة الدول غير التنظيمات المسلحة غير يلي بيعمل حروب برات إرادة الحكومة وبرات ما يتكون متاخد القرار استراتيجي بالحرب والسلم بقلب البرلمان اللبناني بيورد كل لبنان بحرب طويلة عريضة مألوفية بيعلن سبب الحرب ببدايته شي يعني أول شي رايحين تندافع عن مقام بعدين ما بعرف شو بعدين ما بعرف شو لا نحن موقفنا واضح كل شي ولا رمادية في المسألة كل ما يبتعد عن المفاهيم الأساسية التي أرسيناها لمواصفات شخص رئيس الجمهورية منعتذر من كل الناس ما راح نمشي فيها طيب هاي دي عرفتها أنا بس بهمني أعرف شغلي أنا بعرف أنه في كلنا بنعرف أنه في علاقات ممتازة مع المملكة العربية السعودية استفير وليد البخاري بزيارات متواصلة إلى معرب صح؟ طيب شو بلغكم؟ آخر الزيارة قبل رمضان يعني قبل ما يروح يرجع على الرياض برمضان شو بلغكم؟ كلمتا لأنه سيناريوين أول سيناريو هو أنه بلغكم أنه تطمنوا أنه هذه التسوية لن تحصل على حسابكم ولا على حساب مواصفات الرئيسية اللي صار لنا من بيان نيويورك قام نحكي عنه في سيناريو تاني قالوا أنه قالكم رؤوا أنه ما تصعدوا بقى لأنه المنطقة رايحة على تفاهمات نحن مطمئنون مطمئنون بمعزل عن أي سيناريو والسيناريوات تبقى للتداول لكل واحد بالمجال الأعلامي نحن نعرف شو صار حقيقة شو صار أنا رحل لك شو صار التداول هو بالمسألة العامة اللي علاقة بلبنان وتأثير كل شيء تاني عليها وموقفنا واضح بلبنان لا يمكن أن تحل المشكلة إلا باستعادة سيادة الدولة وهيدا موقفنا وعليه سوف نبني ورأينا بالتسوية هو انطلاءا من بنود التسوية وموقفنا منها تباعا بيكون له علاقة بيلي رح تبلوره على أرض الواقع أنا بدي أطمن يلي معتبرين أنه التسوية حلت المشاكل وأنه رح يقدروا يجيبوا رئيس من فريقهم أنا بدي أطمنهم هيدا الموضوع غير وارد بالنسبة لألا ترجمة نانسي قنقر